السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتم منها ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على فطائر اللي كيجيوا قطنيين وكيجيوا لداد وديوا الزربة يعني ما كيتعطلوش ضغيقة نوجدوهم بحلاكة القوتيل الوليدات بسم الله انا عندي هناك 3 كقوس ديال الدقيق الفينو ميو عادي ل300 جرام وعندي 3 كقوس ديال الدقيق الابيض تهم كقوس هكا مملوئين تهم 300 جرام وعندي هنايا معلقة ديال السقار وعندي واحد المالقة صغيرة ديال الخميرة فورية جوج معلقة ديال الزيت نباتية وبيضة والملح وهنا عندي واحد الكيس ديال الفانيلا ديال حجم 7 جرام وعندي الكيس ديال الخميرة للحلويات عدو بما باش غدين خدم غدين بدا معاكم بسم الله هنا غدين جيبوا حد الانق فاش غدين خدم هنا انا ديال كقوس ديال العنبا كل كس كيهز 100 جرام انا ما معمراه مش بزاف وكن ديال الفينو بعد ما نخلناهم في اللول انا نخلتهم عدو باش ديتهم في الكقوس باش اللي ما عندوش هكا الميزان راه كيعبر بالكاس الكاس ديال العنبراها كين في كل دار مغربية هنا كنديل ملح عصب الضوق وكندير هجوج معلقة صغار ديال الزيت نباتية او معلقة كبيرة نغدي نخلي لكم المقادر في صندوق الوصف او في اسفل هادي الفيديو بعد ما درت هاد الصغار درت فيها شوية ديال الماء ودرت خميرة حتى دابت غدي ندير الحبة ديال البيض وغدي ندير هاد الكيس ديال السكورباني كندير خميرة الحلويات انا هنا كندير كل شي في مرة صافي غدي نجيب هنا يا خمسمائة ميلي لتر ديال الماء كنخويها كلها وكن بدنا نحرك هكا بالفوي ان احنا يا ما غديش نخدموها بحل هكا الى بغي نخدموها بحل هكا كنديروها في القصعة نعطيوها وقتها هنا يا كنزيد ميتين وخمسين ميلي لتر يعني ما يعادل سبعمية وخمسين وغدي نشوف شحل غدي تقدني فيها كيف ما قلت لكم اما نخدموها هكا بيدينا في القصعة اما نديروها في بحلقة في المولينيكس وكنخليها تطحن مزيان الى كنا مزروبين عليها انا هناك الماء ما كنخويش في مرة كنخوي بتدريج باش نعرف القياس ديال الطحين شحل غدي هزلينا ديال الماء صال فكنا بدنا نحرك هكا بزيان وغدي نزيد هد شوية ديال الماء اللي بقى هم غدي نزيدوه هنا يا يعني سبعمية سبعمية وخمسين مليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي دعم لطر للنهزت لنا دي الماء وهو نخطر المدافئ لتفاعلك الخميرة سنجيب الان كز quarant وزينا نقومون باقرة الزجارة حتى تطحن جيد المدينة لو نقومون باقرة الصغيرة المقادر انا عندي هنا العصارة كبيرة الكاس كبير سوف نسدها ونجعلها تطحن مزيان وحتى ثلاثة دقيقة وهي يختم عليها طحان هكا هو القوم ديلها هنا كيف ما كتشوفوا فيها راه شوية جاري ولكن بعد ما غادي اختامر راه غادي تجمع وغادي نغطيه نخلي هنا ثلاثين دقيقة حتى كتختامر كتختامر لنا بزيان صافي وغادي نجيب المقلى فاش غادي نخدم ثم شوفوا كيفاش كيولي القوم ديلها غادي نسخ المقلى وغادي نبدأ ندهن شوية ديت الزيت بحل هكا صافي وغادي نجيب هكا المغرف غادي ندرجوش دي المغرف كندي اللولة وكندي الثانية وعادي باش كنقعدها راه كيجو خفاف وكيجو خفاف من الداخل صافي وغادي نخليها بحل هكا كالطيب كنقص على شوية العفية في اللول كتكون العفية متوسطة ولكن كنقص شوية كنخليها الطيب على خاطها باش كتشرب لنا الطيب بعد ما بدأت كالطيب كنقطر على هكا شوية ديت الزيت نباتية عرق طيرس وكنقلبها ثم شفتو كيفاش كتتتحمر كنزيد نحمرها هكا في المكلة كنستمر عليها بحل هكا كنحركها وخاك نضغط عليها راه مخفاف غادي نزيد تانية خاك نتبليكم هكا راه كتتعواج لأنه فيها الخيط غادي نقادوه كنستمر علي بحل هكا بمغرفة وكنقادوه يعني راه كيجي بحل هدك البطبوط اللي تيكون لديك الخنفرة كيجي خفيف من الداخل سوف يبدون قلبوه هكا وكنطيبو الجوانب استمر عليها كنطيبوها مزيان حتى كتطيب لنا هكا الفطيرة ثم شفتو كيفاش كتجي بدي تزيد معكم الثالثة ثم وجربوهم ارضو عليها في التعالي راه كيجي وما نقولش لكم محسن من البغرير يعني كيجو هكا نشوف شين والداد مرميتها غلي نخليها هكا كطيب حتى كتبدا تنشوف عدا باش كنقطر على شوية كيدي الزيت نباتية هذا كيبقى اختياري إلا ما بغيتوش تديروه ما تديروهش بحل ما تيقص الدهون بحل هكا ولا هدا طيب هم هكا نشوفي لأن المقلة ما كتلصقش وكنستمرو عليهم بحل هكا يعني ما كياخدوش معنا وقت كتير إلا بغينا نوجدوهم رافطر في ساعة كيكونوا موجودين كنستمرو الفطائر ليونا بحل هكا حتى كنكملو الكمية اللي عندنا كاملة أنا هكا تبعت يعني كنوري البنيات المبتدئين اللي يالله باديين وبغين يتعلموا نحن يكملنا الفطائر ليونا وكتعطينا وحل كمية كتيرة يعني بالنسبة للناس اللي قلال راي قدروا يديرو عرب نص دي المقادر والناس اللي كتار يقدروا بحل هكا تضوب للمقادر على حسب أفرد العائلة كيجوا لداد ثم كيفاش كيجيوا غلي نوريكم كيفاش كيجيوا كيجوا خفاف قطنيين من الداخل ولا أعجبكم في فيديو لا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وكن نقول لكم صحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة